اشتركوا في القناة مغربة كاملة نتبعوا معنا بما عرفة بملف سويسرية التي تعرضت للتسمم من طرف عصابة هذه العصابة التي ترى أنها لم تأخذ حقها منهم باختصار للناس الذين لم تروا معنا الفيديو سيدة دخلت المغرب وزوجها اخذوا واحد المحل في منطقة فلاحية يجيبون الناس يجيبون الخير يجيبون المزيان مع الناس هنا الأحقاد السياسية ستلعب دور كبير سيقولون الناس اللي في السياسة ديال ديك المنطقة كي بل لهم أنها غدا تنافسهم مع العلم أنها ما عندها تعلاقة بالسياسة ندبروا لي هما كيدا ديال تسمم البطيء باش يقتلوا كل شي اللي كان في الدار بالفعل نفدوا المهمة ديالهم حردوا الخدامة اللي عندهم بدأتك تسممهم حتى وصلوا الواحد السطاف اللي ما يمكنش أنه مي يبقاوي سيبورتيو بالفعل من اللي شافوا الطبيب بالقوريوسهم أنهم كانوا كيتسمموا كانوا كيتعرضوا تسمم بطيء اكتشفوا الحقيقة عرفوا شكون قدموهم العدالة وممكن ترجعوا الفيديوهات ديالنا اللي كينين مع لطيفة والزوج ديالها وغتشوفوا التفاصيل كاملة ناخده مع الأستاذ الهيني أستاذ الهيني في المكن شي ميلف تقيل ديال بالصح كالي قول الأستاذ الهيني هذا ميلف فيه السياسة والقتيلة ودكشي ديال هوليوود أستاذ الهيني من اللي وصلك هذا الميلف مش نقول لي أتار نتيبه ديالك وخليك شديته وهو هذا الميلف هذا يعني يدخل في إطار قضايا الكيد والانتقام الانتقام لأسباب خاطئة يعني وهذه القضايا في المغرب قليلة قضايا تسمم ليس قضايا كثيرة قضايا على الأصابع ولكن هذه القصة الجديدة فيها على مستوى النمط الإجرامي هو أن الناس توهموا هذه المجرمين هذه العصابة الإجرامية الخطيرة جدا توهمت إلى أن المعنيين بالأمر يرغبان في سباق سياسي محموم وأنهم بغيين ترشحوا انتخابات ولهذا تمت محاربتهما والآلية احنا مع آلية التنفو السياسي ولكا الناس المعندهم على قب السياسة لا يحلمون أصنام المشاركة في الانتخابات ومعندهم الشقافة السياسية كما انتشى درد شكل لأن الناس يشاركوا في السياسة لا نحكم لا نستجللين شف لا يحن انتخابية شف يعني البلادة البلادة هذي الناس تقول بدا غير مش مشجلين هذي الناس هذو الخير يقود إلى الشر عند البعض هذا هو العنوان هذا الميلف الخير يقود إلى الشر هذي الناس نسكر الله عليهم بالخير قبل هذا الوضعية لأن البساكن ده وكل ما يملكانه فقده على إطري هذا الجريمة هذا هو الخطير لأن الإنسان مساعد يضحي أول حاجة على صحته لأن الحق في الصحة هو الوجود لذلك الأفعال الخير اللي كانوا يقوموا بها مشكورين الشملات يعني كل أبناء الدوار وبنات الدوار وبدوا كيدلوا تعمل دي الجامعة كي يزفتوا التراك كي يساهموا فهذا غاضر رئيس الجامعة ونائب رئيس المجلس الإقليمي بلما نسميه الأسماء ونصبه يعني واحد الخطة محكمة ل لقتلهما يعني هذا الميلف هو نموذج للتخطيط للقتل العمدي عن سبق إسرائيل وترصد بمعية مجموعة من الناس معهم صور معايا الحيلة اللي اهتدوا لها ويجهنمية أنهم مضفوا واحد سيدخ دامة عندهم وقريبة لهم وتقوا فيها كتعرف واحد السيدخ دامة عندك لمدة كتتق فيها كتتأسرارك كده فاستغلت ذلك الثقة وصبحات يعني تجرموا في حق صحتهما وفي حق حياتهما ومشات كتتنسق مع المجرمين ذا باللي قيد الاعتقال وقيد المحاكمة وبمعية لأننا نقول لك واحد القضية هذا الميل في البحث لم يأخذ طريقه القانوني لأن كين واحد رئيس الجماعة ووحد نائب رئيس مجلس إقليمي وهو من اللي صنعوا هاد الفيلم هاد الجريمة أصلية ومصحب رؤوس العصابة لم يشملهما أي بحثين ولا تحقيق ولا محاكمة ونحن نسأل معكم ما وسروا في ذلك وش كين اعترافات عن الضابط القضائية وعند قاضي التحقيق ديال السيدة والناس اللي مشاركين معها بهذا الأسماء نعم المتهمة الأولى ولكننا ما كنسميع المتهمة الأولى ما كنسميع المتهمة الأولى هاد المتهمة اللي هي الخادمة واللي هي كانت أداة في يديهم طيعة لتنفيذ الجريمة كانت اعترف لأن رئيس المجلس الجماعي ونائب المجلس الإقليمي وهو ما اللي صنعوا هاد الجريمة هادي وخطوا لها وكانت هي الأداة بمعية لأن واحد جوج معتقالين بدارها ولد عم نائب رئيس مجلس الإقليمي وكين مكالمات وكانت تمنى هادي مناشدة مناشدة للمسؤولين القضائيين ومش مناشدة الرئيس المنتدى أبو السيد الوكيل أمر ما عندنا إلا هاد الشخصيات وهاد المسؤولين اللي كانت تقف فيهم حكمتهم كفاءتهم شجاءتهم قول التعليمات اللي اعطاهم صاحب جل نصر الله بدعم التقف القضاء وانزل حكم القانون على الجميع انه من صنع ان ينصتوا لآلام ومعاناة هاد المشكلة هاد النس هادو هاد شي لن ينماحي المتامرة كياكل ويشرب ويمشي لتطبيب في السجن ويتعالج وغير يخرج واحد النهار ولكن هادو عندهم عاها مستديمة ستلاحقهم وتلاحق أبنائهم لان شاء الله يصير وراتي يعني الصور معاها كل ما يملكانه فقدوه على اطر هاد الجاربة العلاج فهذا العلاج كبير نفقت دياله فهذا المسائل المتعلقة بالما يدعو هادش يعني والدولة الحكومة بالضبط لا تسمعوا انين ضحايا على مسؤولتي ليس غياء الضحايا حكومة ما عندها علاقة بالضحايا عندها علاقة بالمتعامين سنسميها حكومة المتعامين هاد الضحايا ما كتهتمش بهم وبالله عليكم ديروا واحد صندوق رأينا مشكيوا ديروا واحد صندوق دامان تعويد عن ضحايا الجريمة جرائم خاطئة يا راسيدي بأي حق أنا مواطن عندي تدصوا الحق في الصحة الناس اللي عندهم رأخسروه واهتموا بهم كما كتهتموا بالمتعام من تطبيعين وأكلين وملباسين ونومين الناس المتعام في الضحيا في المغرب أنا مسؤولتي لا حق له بالفعل ونكمل لك أستاذ دينا المحكمة غرفة الجينات الابتدائية كانت موفقة في جانب معين ولكن لم تكن موفقة في جانب آخر ولا توق احنا كان توق لأن غرفة الجينات السنافية بما عرف عنها من خبرات قضاتها وعادة القضاة تكون خمسات القضاة مجربين وكذا وإحنا الحمد لله كانت يقوم في نازل هذا القضاء في هذا الميل فهذا ما كان شكوش أبدا على خلف بعض الميل في الآخر ما ننظرش عليه قلت لك الموش كيدة للي عندنا غرفة جينات البتدائية اخطعت في طبيق قانون المتهمة التي استعملت كآدات التنفيذ الجريمة اخطتها 20 سنة والمتهمون الأصليون الضالعون في الجريمة السنين واش هذا منطق نحن نغرف رؤمن محكامة ونعطيكم بعض الوسائل القانونية اللي رفعوا بها باش ما نصرقوش الأوضاع هذا الحكم كان ما عيب ما عيب في الشقين منه اللي كان خصوه ياخد أنا كان تفهم لو أن هذا الخدام قدت تل سنين الحكم مقلوب شي خدام قدت تل سنين قلوب ديرها عادات جاهلة غير متعلمة وكان الخلين غير متعلمين بتفوقع والجهل أما الخلين عصابات ولي كانوا يجيبوا المادة ويعطيوها لها لولا هم لمرتوا كيبات جريمة دبالي بحكامة قلبات الآية الطرف الضعيف خدها 20 سنة والطرف القاوية خدت تل سنين رغم أن المشارك محور الجريمة كما كان موجة المرافعة ديالي محور الجريمة والمخطط والمهندس والمنفيد هما ذك ثلاثة زائد رئيس الجماعة هناك كان طالبوا يعني أن يتم البحث مع رئيس الجماعة ونائب مجلس إقليمي وأن لا يتحصن مع أي مسؤولي أن القانون راكين متهمين كيتهموهم وكي يعترفوا بحقهم يجيبوا البحث معهم وأيضا نقول لكم واحد قادة ديالي را الاستيماع الشروطة القادة ديالي مع أن يمزلوا واحد البحث سمعوا ذلك الأضيوات اللي كانوا مشجلين سابقا قبل ما يعتقلوهم راكين قلوا عن عصير جريمة واضحة وتخطيط والتنفيذ وشراء المواد وكي يزدوا تيري فوقوا واش مازال ما ماتوا يعني كين مختط يلقت العمد ولكن المحكرة تقديم مواد وتكيف كان خاطئ وإحنا إن شاء الله في الاستيناف سنو ناضل كيضي واحد نقطة بغيت نشير لها يلا أحكى وهالي تعلمت بها من طرف الأخت والأخ وأنهم كيتفاجئوا أن النيابة العامة مشكورة قبضت على واحد المتهم آخر ودوزته التحقيق وقادت تحقيق ودعوه في السجن ولكن الأسرة كتفاجئ لأنه تم إطلاق صراحه رغم أنه من المشاركين الأساسيين وإحنا ما كانت تفقش مع الصراح يعني هذه جرائم خطيرة ماشي بحق الناس غلطين وماشي جرائم بحق هذه الناس هذا هذه جرائم حق المجتمع رأى تصميم وتدمير الحياة الإنسانية رأى تشوفهم هكذا الأموات في حكم الأموات لأن رأى خنشاة ديال الدواء هزمها يومي الدواء يومي الغسيل ديال البطن وقال لها الطبيب هذك شي اللي عندكم رأىها مستديمة وجي واحد النيابة العامة تدير الواجب ديالها ونجي الورف الجنحية وطلقهم أي تطبيق سليم القانون حتى ما نشكوش في النازع واللخيات ديالهم ولكن نقول لهم يجب الزجر يجب الزجر على المجرمين وأن لا يأخذ القضاء فيهم الرحمة لأن كانوا ممكن يقتلوا ذاك القاضي كانوا ممكن يقتلوا الأسرات القاضي وأنا كنت قاضي 18 سنة القاضي اللي يكون نازي ومحايد ومجرب سودع نفسه مكان دحى يومك المتهمين ويعرف خطونات الجرائم هذه جرائم حق المجتمع بحق الأمة لا يوجد جرائم ضد شخص مؤين نهات حياة الناس وهم أحياء كيف لا يرى هذا الناس أحد أفراد العصاب أخذ الصلاح المؤقت وشداول أمنا القضاء مع العلم أن نرى عندهم ضحايا أخرين اللي مساك المقدروش يخرجوا للإعلام اللي العدد ديالهم من حد ساعة جوش ديال الضحايا أخرين اللي كانوا كيتسموا تاومت دكتسموا من بطيئ كينا كان نطلب من هذا المنبر ديالكم القضاء وسيرطوا الغرفة الجنحية يعني تعيدنا ضرف المرتكزات ديال منح الصراح فهذه الملفات هذي اللي على الأقل شوف الملف الطيب برعتنا أعطيناهم ملف طيبي هذ الناس النية ديالهم تتجي إلى قتل عمد وهذا قتل عمد يخذ الصراح المؤقت رغم أن المتهمين يعترفوا أنه كان عنده دور في الجريمة رغم أنه عنده مكالمات عنده كذا يعني هذا كان تمنى تمنى مراجعة هذا القرار ديال الصراح المؤقت اللي تمنحوا وقادي تحقيقي يعود يحقق الملف وده أكيد غنمكنوه غنمكنوه بوتائق أخرى باش أن هذا المعين بأمر ما يفلتش من العقاب وما يفلتش من المسؤولية ويبقا معتقال حتى يكون عبارة اللي غيره إن شاء الله لأن المواطنين المغربة يهمهم ردع العام ورد الخاص لأن أي واحد أنا كنشوف نفسي أماكنهم غدا شي خادي ما ولا هدا ومشي يسمك ويقتلك 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 ويقتل أسرتك ويقتل ولادك العائلة الداباء عند الناس رح سنشوفهم معي الرحمة رح كنشوفهم قدامك يموتوا ونرى ما شديت هذا الميل فعدة إلا ونرى يقول لك ما نكون معاك صحيحة شي بهم متطوع شي متطوع مية في المية ولكن رح أقدمه يعني رح درت لهم مساعدة حقوقية في هذا الميل فعدة لأنه المجدى أمامي وقرأت الميل فحسيت أنه كلا كظلم ومن واجي بنا نصرات المظلوم والأتعاب خلص الله الله يكبر بك أستاذ لا يوجد شي معروف عليك وهو التطوع في عدة ملفات أعزائي المشاهدين كان هذا ملف سويسرية المعروف بملف سويسرية اللي تعرضت للتسمم هي والأفراد دي العائلة ديالها والحد الساعة بقى موصلاتش للهدف المنشود دياله وهو الفاعل الرئيسي اللي يعتبر هو رئيس الجماعة وشركاء معاه الحد الساعة بقى كالطالب أن هاد الناس يتخذ في حقهم القانون ويتطبق في حقهم القانون ما زلنا متسبعي للملف كنشكره الأخت لطيفة وزوج ديالها وكذلك الأستاذ الهيني اللي دائما كيكون حاضر معانا من اللي كان بغيوه كنشكركم على موقعكم متميز الله يكبر بك أستاذ الهيني العدلة وصوت العدلة دائما تتابع القضايا الحارقة والقضايا اللي المواطنين كي تضلموا فيها وكي ينشدوا يعني السلطات ما كان الناس ما كيتلبوا تحاجة كيتلبوا غير ضرب من حديد على هؤلاء المجرمين حتى يكونوا عبارة اللي غيرهم ونقطعوا معا الجرائم ديال تسميم والجرائم ديال قتل عمد شكرا إن شاء الله ما زلنا غادين ناخدوا إن شاء الله مع الجمعية الحقوقية لإضخار الخط والخبر المشاهدين ديالكم كرام بإذن الله عدنا جلسة في الميلف يوم الأربعاء 28 أبريل إن شاء الله على الساعة التاسعة بوغرفة الجنيات السنافية بمحكمة السناف بأسفي واتمنوا أنكم تواكبوا معنا إن شاء الله كينين حاضرين معكم بإذن الله أعزائي المشاهدين كان معكم في تعليق الحراب عبد الكبير وراء الكرام كاميرا سوفيان مستقيم إلى اللقاء